طبعاً ناس كتير بتفكر في فكرة رئيس دولة بيكلم في أمور دينية بل الأهم من ده فكرة أنه رئيس دولة غير مسلم بيكلم في أمور تتعلق بالإسلام بيقول أن الإسلام في أزمة بيكلم في أمور تتضمن بعض ديني واضع هل من حق الناس هل من حق غير المسلمين أن هم يتكلموا في أمور متعلقة بالإسلام من الأساس؟ أنا في رأيي آه لأن بينما في أمور في الإسلام متعلقة بالعبادات وغيرها هي شأن المسلمين فقط أنا مليش دعوة هم بيصلوا خمس مرات ولا عشر مرات في اليوم لكن فيه أمور بتمث الآخرين معاملاتهم مع الآخرين الإسلام بيتضمن أطر اجتماعية لتعامل مع غير المسلمين لتعامل مع المرأة لتعامل مع مجموعات مختلفة دي بتمثنا وبتمث كل الأشخاص اللي عايشين في العالم بل أيضا فيه النهاردة خطاب بيقدم نفسه على أنه جزء من هذا الدين هو خطاب سياسي بحث بيقدم أطر سياسية وقوانين وكده في التعامل مع العالم كله